من لم يغرق في سيول الامطار في مدينة موكلة حضرموت يغرق بالسباحة في سواحل المدينة فبعد اكثر من عشرة ايام على غرق الشاب علي عمر العمودي البالغ من العمر 14 عاما نزلوا البحر مع الاهل في صباح يوم السبت ساعة الثامنة نزلوا العيال يتروشون فتها هاج البحر الأخ علي وكان اثنين برفقته سلموا من الغرق علي اخذوا البحر الى يومنا هذا لم نعزر عليه وبلغنا الجادة الامنية وروحنا البحث عليه لكل المستشفيات وبلغنا خبر السواهل نحن اهالي الغريق علي عمر العمودي طبعا مر على غرق ابننا في ساحل كلة شارع ستين ما يقارب اشر ايام والى يومنا هذا لم نجده فرسالتنا للسلطة المحلية اولا والى الاجهزة الامنية في المحافظة وخاصة في ساحل حضراموت مساعدتنا في بدل مزيد من الجهد في البحث عن ابننا اول ما استقبلت غفر السواهل براح البلاغ الساعة تسعة على طول تم توجيهات القايد برسال لميع الفرق البحرية والبرية الى المنطقة وقمنا بتمشيط المنطقة والبحث من عبر الغواصين وركزنا وكتفنا في هذا المنطقة من الساعة حوالي الساعة عشر الى حد الساعة واحد لكن عدم الرؤية وشدة برودة البحر وقطرة الاموياج هذا السبب الرئيسي لعدم استطاعتنا لايجاد هذا الغريق ولكن نحن مستمرين في الفعالية وركزنا جميع القوات والدوريات في الماكن الخالية عن الناس قوات خفر السواهل تكثف جهودها المستمرة في سبيل البحث عن الغارقين مع كل مرة تحدث فيها عملية غارقة شباب واطفال او غيره فالى جانب الشاب عمر كانت قوات خفر السواهل قد تمكنت من انقاذ اثنين من اشقائه ولكن هذا لا يكفي من الجهد نحن نزلنا في الموبع هذا ونصبنا الخيمة وتواصلنا مع بعض الصيادين وناشد برضو السلطات المحلية في المحافظة بالتجاوب معنا والدعاون معنا في بربنا الحالي هذا نصبنا هذه الخيمة للتعريف ونجد الناس يبومون معنا ودورون ونكون هذه المقر مكاناً عنها يباحة الغارقين ونصبنا نحن موبدين هنا وناشد البحر والمطاسين والصيادين وخبر الصواهل يبقوا معنا ويبقوا معنا في أزمتنا عادة ومزاهم الله خيمة ناشد المواطنين بالاستجابة والتعاون معنا في مثل هذا المجال وعليهم بالاستماع في التوجهات والإرشادات والتركيز عن اللوايح التي تقوم بها الجهات المختصة مثل غفر السواحل أحياناً نحط الآيحة في الساحل ممنوع الأقتصال يجي لك مواطن في هذه المناطق ما نحن عارفين كيف هل هو مش بأهم والله في نفس المكان الذي نقول ممنوع فيها الأقتصال تحصل الحالات أكثر الحالات تحصل في هذه المواقع أنت المواطن عليك أن تكون أنصر المساعد لنا تستمر عمليات الغارق في سواحل المقلة على الرغم من التحذيرات المستمرة من قبل قوات خفر السواحل لكل الأهالي والشباب الذين يقررون السباحة أو الاغتسال في الساحل ولهذا تناشد الجهات المعنية الأهالي بالالتزام بالتحذيرات والتعليمات التي تقدم لهم بشكل مستمر ترجمة نانسي قنقر